أكد رئيس الجمهورية في مستهل هذه الجنسة على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه قانوني إلى جانب ضرورة تحميل كل مسؤول مهما كانت وظيفته لمسؤوليته في سورة إخلاله بواجباته وخاصة في تقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظورية الإدارة فرفض إزداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى على الأقل دون جزاء تأديبي كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات فأي مقياسا للانتداب إذا كان المترشح لوظيفة متحصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن الذي يتم انتدابه لم يتحصل حتى على الشهادة الابتدائية ويتمتع أكثر من ذلك بامتيازات وظيفية كالمسكن والسيارات وغيرها وفق رئيس الدولة كما أشر رئيس الجمهورية إلى أن عددا غير قليل ممن هم مؤتمنون على وظائف داخل الدولة يترخون في القيام بواجباتهم لا لعاداتهم في التراخي بل لأسباب سياسية في حين أن المرافق العمومية للدولة يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحياد ومن داب على عدم تحمل المسئولية أو على خدمة جهة معينة أو ينتظر موعدا انتخابيا أو يساهم في إدارة مرفق عمومي واضعا في الاعتبار ولا أهل حزب لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة على سعيد آخر شدد رئيس الجمهورية مجددا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها مما نندس فيها وعبث بمقدرات الشعب وثرواته كما هو الشأن على سبيل المثال للحصر بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقة بالقسرين ودعى رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل من تضافرت القرائن وبل الأدلة على توروته في نهب أموال الشعب وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس أنعم الله تعالى عليها بكل الخيرات التي يجب أن توزع على قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى كل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم الموسوات ولا يمكن أن تبقى ثروات بلادنا غنيمة بأيدي عصابات أولوبيات ما زالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون